أهلا بكم مرة أخرى أحباء المتابعين لازلنا معكم في حلقات الرد على الجمهور الكريم ونذكركم بالسؤال الذي طرحه كل من الأستاذ صدق أنجار والأستاذ ماهر عبد الله من المغرب فيما يخص الأخطاء التي حصلت أثناء نقل القرآن وتدوينه في المراحل الأربعة وكان السؤال حول كلمتين في صورة الإسراء الآية 64 وهي بخيلك وراجلك من الناحية الفلولوجية في الحلقة الماضية قدمنا لكم شرح الدكتور كريستوف لكسنبرغ ووصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذه الآية تحتوي على ست كلمات أخطأ القراء الأوائل في قراءتها من الأصل والقراءات المقترحة هي واستفرد من استطعت منهم بصوبك واغلب عليهم بحيلك ودجلك وشركهم في الأموال والأولاد إلى آخره كنا قد مررنا عليها مرور الكرامة على الكلمة وشاركهم وهي في الأصل وشركهم من الشراك أي واربطهم في الأموال والأولاد والآن نريد تدعيم هذا الطرح ببعض الآيات من القرآن تؤكد على أن المال والأولاد فتنة المؤمن حيث تلهيه هذه الأمور عن ذكر الله والقيام بالفرائض والعبادات كالآية 15 من سورة التغاب إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم تكررت في الأنفال الآية 28 وكذلك الآية التي سبقتها التغاب 14 ثم الآية 20 من سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاتر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد إلى آخره وتؤيدها الآية 14 من سورة آل عمران وغيرها طبعا تساءل الأستاذ أنجار والأستاذ ماهر مهم جدا لأنه من خلاله ليس فقط نرد على أسئلتكم بل ونضع أسئلة أخرى لنناقش السياق بأكملها كهذا سجود الملائكة لآدم فمن أين آتت هذه القصة وما هي خلفيتها التقافية الجواب ليس بالسهل ولكن هناك معطيات كتابية في بعض الكتب المقدسة التي سبقت القرآن قد تفك لغز أصل هذه القصة خاصة القرآن أشار إليها في العديد من الآيات كالبقرة 34 الأعراف 11 الإسراء 61 الكهف 50 طه 116 أصل قصة سجود الملائكة لآدم مستوحى من قصة سجود الملائكة للبكر كل خليقة الموجودة في رسالة بولوس للعبرانيين الإصحاح الأول العدد ستة وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول والتجد له كل الملائكة الله فهذه الرسالة كانت موجهة للمؤمنين بالسيد المسيح من اليهود العبرانيين لتذكيرهم بأن البكر المشار إليه في الموروط اليهودي ليس هو آدم بل هو المسيح يسوع الناصري بكر كل خليقة المشار إليه في الترجمة السبعينية اليونانية وذلك في صفر الثتنية 32 العدد 43 الذي يقول افرحي أيتها السماوات معه والتجد له كل الملائكة الله يفيد اللهوتي وليام إيدي في كتابه كنز الجليل في تعليقه على هذا المقطع من رسالة العبرانيين يقول لم يكن هذا الاقتباس عفويا اختاره كاتب الرسالة ليعلن العبرانيين أن البكر هو المسيح لأنه أفضل من الملائكة وعند تأنسه بين قوسين المسيح إما الوحيد أو مجازا للشرف ورفعة المقام مأخود عن شرف البكر ورفعته عند الناس وهكذا قوله في رسالته الأولى لأهل كورنثوس الإصحاح 15 العدد 45 هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حية وآدم الأخير روحا محيا فالشطر الأول مقتبس من صفر التكوين الإصحاح 2 العدد 7 والشطر الثاني من صفر حزقيال 37 العدد 14 وأجعل روحي فيكم فتحيون إلى آخره فروح الله المحيي هو المسيح حسب العقيدة المسيحية وهذا يوافق ما جاء عن المسيح في صورة النساء الآية 171 وروح منه وكذلك في صورة المائدة 110 وإذ تخرج الموت بإذن فآدم عصى ربه فغوى عندما أكل من الشجرة الخلد كما تفيد الآية 121 من صورة طاها والأعراف 22 وهذا ما جاء في التورا صفر التكوين الإصحاح 3 العدد 6 فمقارنة آدم بالمسيح في رسالة بولوس الرسول كما رأينا في رسالة الأولى لأهل كورونتوس الإصحاح 15 العدد 45 تتوضح أكثر في رسالته لأهل رومية الإصحاح 5 من العدد 12 إلى العدد 17 ليشير إلى أن آدم أخطأ وهو ترابي أما المسيح هو آدم الثاني السماوي بلا خطيئة أصبح أعظم من الملائكة والسجود له ليس كالسجود لآدم الترابي الذي أدخل الخطيئة للعالم وبالتالي يكون السجود للترابي آدم كمن يسجد لصنم وهذه المقارنة اللاهوتية بين المسيح وآدم يرفضها صاحب القرآن بقوة في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ليظهر أن عيسى مثل آدم مخلوق من تراب ثم قال له كن فكان لكن بولوس لا يتحدث عن الجانب البشري ولا ينكر مجيء المسيح من مريم العضراء بل يشير للجانب اللاهوتي لأنه هو الكلمة كما جاء في إنجيل يوحنى الإصحاح الأول العدد الأول وهذه الكلمة صارت جسدا كما جاء في نفس الإصحاح العدد 14 فالمسيح هو كلمة الله وهذا ما تدل عليه كذلك الآية 45 من صورة آل عمران إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين فلو كانت الكلمة مجرد نطق إلهي بصيغة الأمر كن لكان إبليس كذلك كلمة الله وآدم كلمة الله ولكن العالم كله كلمة الله ولكن الكلمة التي يقصدها الرسول بولوس والعقيدة المسيحية كلها هي الكلمة الموجودة في إنجيل يوحنى الإصحاح الأول العدد الأول وكان الكلمة الله والقرآن يمين نحو هذا الجدل اللاهوتي عندما أعطى ميزات عظيمة للمسيح في كونه هو كلمة الله وروح الله عندما قال في سورة التحريم الآية 12 ومريم بنت عمرانة التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وكرر هذا القول في سورة الأنبياء الآية 92 وكذلك يخلق من الطين كهيئة طائر فينفق فيه بإذن الله ويحيي الموتى وينبئ بني إسرائيل بما يأكلون وما يتدخرون أي بمعنى آخر له علم الغيب كما جاء في آل عمران الآية 49 وكلها أعمال إلهية هذا هو الجانب اللاهوتي القريب من العقيدة المسيحية وما ينكره الإسلام أو القرآن هي مسألة الولادة من الله حيث جاء في سورة الزخرف الآية 81 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين خلاصة القول هناك جذلية لاهوتية في القرآن في القرن السابع الميلادي بين الفكر المسيحي الذي يرى أن المسيح يستحق أن تجد له كل الخلائق وعلى رأسها الملائكة بينما صاحب القرآن يرى أن آدم الترابي هو المقصود بسجود الملائكة رغم عصيانه لله ومخالفته أمره بهذه المقارنة البسيطة التي سوف تحيلنا على من يكون بكر الخليقة الحقيقية حسب الإسلام هل هو المسيح أم محمد أم علي بن أبي طالب للرد على هذه السؤال سوف نقوم بحلقة خاصة في هذا الموضوع وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة وكونوا معنا اشتركوا في القناة